يحفظ الدعاء ده تحس بسكون لو قلته قبل ما تنام لما كان صلى الله عليه وسلم بيأخذ نطجعه الشريف لينام على جنبه اليمين ويحط كفه الشريف على خده الشريف ويقول الدعاء ده من حديث البراء بن عازب اللي روال إنام البخاري كان يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت دعاء يومي بوظب عليه سيدنا رسول الله في لحظة إسلام النفس إلى الله عند النوم السلام عليكم ورحمة الله أصدقكم يا رب كنوا بخير النهاردة الروتين قوي جدا الروتين بقى كله ناشواط وطاقة إيجابية وكل حاجة حلوة أنتوا بتحبوها النهاردة بقى هنعمل إيه في الروتين بتاعنا الروتين منشط جدا جدا هنطلع بقى الشتوي هندخل الصيفي وهنجيب كم الشاية نخسلهم عشان بقى نفرش بقى الفرش الشتوي وندف الشق الجو فعلا بدأ إنه خلاص بقى يبرد بجد يعني الولاد فعلا بدأوا إنهما يبردوا والجو فعلا بالليل بيبرد جدا وطبعا إنتوا عارفين بقى في مدارس وفي نزول الصبح بدري فأكيد لازم خلاص بقى يشتو زي ما قلت لكم أنا كان بقى لي فترة ما شتت يعني ما لبستهمش الشتوي لإني الشقة عندي دافية قوي ومحمد ما كانش بيروح المدرسة بصراحة بقى له كده يعني أسبوعين ولا حاجة مش بيروح غير مثلا يوم ولا حاجة في الأسبوع فالأسبوع الجاي إن شاء الله هيبدأ إنه هو يروح فقلت بقى أبدأ إن أنا يعني أشتت لهم بقى ومرم طبعا بتنزل كل يوم فطلعت كده شنطة شنطة أنا بكون حتى الحاجة كده في الشنط تحت السرير بكون بتطبقهم زمانتوا شايفين كتطبيق اللي العادية جدا المهم طلعت كده كم حاجة وبعد كده هبدأ بقى إن أنا أطبق الهدوم دي كلها ورصها عطول في الدولايب بس الصيفي طلعت كله برضو الأول طبقته كله على الكنبة عندي في قط الأطفال وبعد كده بفضي الشنط بتاعت الشتوي وأبدأ أرص الحاجة تاني فيها قبل ما برص بطلع الصراحة لحاجة اللي خلاص صغيرة على الولاد وبتروح لصاحب نصيبها يعني مش ببدأ إن أنا أشيل الحاجة تحت السرير وخلاص على كده لأ يعني الأول طبعا بفرس حاجة حاجة والحاجة الصغيرة خلاص بتروح طبعا للي محتاج وبرضو نفس الحكاية في الشتوي بطلع الشتوي وبرضو بشوف الحاجة اللي خلاص صغرت أو كده برضو بتطلع المهم كده ده أول رف معي هعمل فيه إيه؟ هحط في الملايات كلها بتاعتي ده أصلا رف الملايات اللي هو الطبيعي مسحته الأول كده باللي هو بكلين اللي هو بتاع مايوي بتاع ملمع الخشب حلو قوي وورحته حلوة فالمهم ده بصراحة اللي كان عندي لإني بلتج خلص خلاص اللي عندي خلص كله فده اللي موجود بقى دلوقت أنا محب بصراحة بلتج أكتر بس ده كان موجود فأقلت الحمد للني فيه حاجة يعني إيه؟ تدي برضو كده ريحها كويسة في الدولاب وفي نفس الوقت بتلمع الخشب فالمهم كده لماعت طبعا الخشب كويس قوي ودي المفارش دي بتاعت الدولاب يعني ما جبتش مفارش جديدة ولا أي حاجة المفارش دي أنا كنت جايبة الرول بصراحة من زمان جدا كان بمئتين وحاجة دلوقتي ما عرفش بقى أوس اللي كام الكرتونة دي بتاعت الحلل بتاعت اللي أنا كنت تتقمن اللي لسه جايبة جديد غلفته كده بالقماش طبعا مش كله يعني مثلا إيه؟ عملت كده الوجهة بتاعتها بالقماش كان عندي وبالشامع اللي هو السيليكون وحطت فيها بقى إيه؟ الستائر الستائر اللي هي الشفونات والحاجات دي الحاجات دي بتعمل كده كركبة في الدولاب وفي نفس الوقت بتبقى منفوشة كده ولما بصراحة بحطها في الرف عادي بتقدر تقع منه لأن هي أصلا بطبيعتها بتقعد تتزحلق كده لكن في الكرتونها كده جميلة جدا جدا محافظة عليها أكتر بكتير المهم كتبقت الدولاب كله وده بقى بعد ما خلصت ومساحت تحت السرير عايز أقول لكم إن في اليوم ده كنت عايزة أنجز بسرع إن كانت ورايا يعني حاجات كتير قوي قوي فالمهم قلت لخطوة دي كده كده كلكم يعني عارفنا فأنجزت فيها بصراحة مساحت على طول وحطت الصيفي كله في الشنط وبعد كده رجعت تاني كل حاجة تاني مكانها حتى كان فيه سجدتين تحت الشلط بتاعة الرمضان دي مردو خطوهم عشان هفريشهم بره في الريسبشن وبس كده وبعد كده رجعت تاني بقى المراتب زمانتوا شايفين كده وهبدأ بقى دلوقتي بقى نفذة تنفذة كويسة بس الأول هوريكو تنظيم للدولاب لاني يعني فيه ناس كثير طلبت مني بتنظمت زي فوق زمانتوا شايفين كده حتى البطاطين وهنا ده الرف الاول بتاع حمزة وهنا كنت حتى فيه دوم يعني بتاعة محمد برضو وتحت هنا حطت الكوفيرتات وفوق كده بحطت الحاجات اللي هي استتالي اللي هي تقيلة حاجة هنا بقى على الرف او الدرفة اللي هي في النص طبعا لازم يكون في بسكت كده البسكت ده بيلمي الحاجات التانية اللي هي الداخلية بتاعتهم محلوة قوي قوي ازا كان الولاد او البنات فوقه برضو حتى لحفة الاطفال وهنا حتى اللي هي الترنجات الجديدة بتاعت مرام والبسكت ده برضو كان كارتونة وهنا الترنجات اللي هي القديمة بتاعت السنة اللي فاتت وعلى جنب كده لبس المدرسة وهنا اللحاف والبطانية والدرفة الاخيرة بقى هتشوفها دلوقتي حتى الرفين دول حتى فيهم كل الدفاء بتاعت السرائل بتاعتي السريري الكبير والسريري اللي هم الصغيرين لما يعني معظم الدفاءت وهنا الرف ده كله او ايوة الرف ده كله حتى فيه الملايات بتاعت الاطفال وتحت هنا بقى حطيت فيه حاجات كتير جدا عايز اقول لكم ان انا بقى فيه حاجات كتير غير الستارة حطت في الكارتونة دي او في البوكس بقى نسميه بوكس خلاص حطيت بقى كان فيه طقم ملايات زيادة وكان فيه حاجات كتير يعني ممت اتلم الحمد لله بقى زي الفل وعايز اقول لكم يعني اكبر همة تشامل على قلبي طبعا الكلام ده انا بدأتوا بدري قوي قوي عشان اه الحقيومي لاني كان اليوم ده كان كله شغل وانا كنت النهار ده عايزة شير السجادة وكت عايزة اخسر كم الشاي عندي في الشقة عشان زي ما بقول لكم خلاص بقى ندفي بقى الشقة الجو فعلا بدأ ان هو يبرد جدا فدلوقتي كده هشيل بقى سجادة الاطفال عايزة تتنفط طبعا تنفطة كويسة قوي زي ما انتوا شايفين كده تحت الكنبة عندي عشان مش عالي قوي فبيدخل مثلا تحتها حاجات فمش بعرف ان انا اجيبها بالمكنسة او اي حاجة غير لما اشيل السجادة بقى فالحاجات دي بلاقيها بعد كده زي ما انتوا شايفين مثلا قلم بقى رصاص اه قصدي اي حاجة يعني هتلاقوا حاجات كثير ما شاء الله انتوا عارفين بقى غرفة اولاد وفي نفس الوقت معيشة فاكيد فيها حاجات كتير جدا المهم ان انا كده لفتها وهبدأ ان انا انفطها كويس قوي قوي بالشكل انتوا شايفين وده ما جبتش المكنسة ولا اي حاجة انا نفططة ونفطة كده سريعة لاني انا لسه هنزل حاجات مني على الكنبة برضو زمانتوا شايفين دي كان الحاجات دي كلها كان اللي هي الكيس اللي هو القندومي قصرواه كده جوه الكيس وطبعا بهدر الدنيا زمانتوا شايفين فقلت عادي سيبتهم بصراحة عايزة اقول لكم انا بقى لي كده يومين ما بعملش اي حاجة في الشقة وسايبهم يعملوا اللي هم عايزينه لاني انا زمان بقول لكم يعني هقلي بالشقة كلها يعني عايزة كده الفرشة كده فرشة بقى اللي هو شاتوي المهم جبت الفرشة دي حلوة جدا بتنظف كده على طول وسريعا يعني المكنسة طبعا تحفى في تنظيف الفرش يعني المكنسة حلوة قوي لو مثلا عندك روكنا انتري بجد بتبقى احلى بكتير مليون مرة بتشفت كل حاجة داخلية كده وبتنظفها معاك على طول فالمهم زي ما قلت لكم انا اصلا ما شغلتش المكنسة فجبت على طول المقاشة وطبعا نفطت كده الكنبة كويس او بالفرشة وبعد كده جبت بقى المقاشة اللي هي العادية خالص او المكنسة اللي هي الدوية العادية وهبدأ دلوقتي كده امسح بقى الارض الاول تحت الكنبة عشان ارجع الكنبة مكنها وبعد كده بقى نكمل بقية القدوة مع بعض زي ما انتو شايفين بقى او تحت الكنبة عشان زي ما بقول لكم مش عالي معايا فمش بعرف طبعا ان انا اوصل لها زي مثلا الكنبة اللي فقدت النمع عندي عالية شوية فلما باجي اكنس طبعا بكنس من تحتها حلو جدا وبقدر ان انا يعني اطول كل حاجة لكن دي تقيلة اوي عايز اقول لكم تقيلة اوي اوي فطبعا مش كل مرة هقدر ان انا اشيل الكنبة واكنس تحتها او كلام ده كله وكمان السجادة المفروشة كبيرة جدا وكمان تقيلة فبرضو مش هقدر برضو ان انا اشيلها برضو كل شوية واكنس تحتها فالمهم كده زي ما انتو بتشوفوني على طول باجيب جاب المكنسة وبشفت كل حاجة على السجادة لكن الحاجة اللي تحت الكنبة دي بتبقى حاجات يعني بتبقى ايه زي ما انتو شايفين مثلا قلم الام غطأ زيزة الحاجات دي كلها طبعا دي يعني حاجات طبيعية مش قلة نضافة بس من الاخر يعني المهم كده هنا دخلت بقى عشان اكامل بقى الكنسة القوضة وزي ما بقولوكوا تسببا بقى اليومين كده فتلاقوا اللعب متشرة في كل حتة بصوا الاكياس الصغيرة دي بتبقى اكياس بمبوني يعني هم مثلا ممكن ياخدوا بمبونية ولا حاجة فيفتحوها ويسيبوا الكيس مكانه فمش بيرموه في الارض فمسلا بيصبوه على الكنبة بيصبوه على السرير طبعا دي حاجة مش كويسة يعني لازم يكون طبعا في باسكت في القوضة بس انا ما بحبش الباسكت قوي بصراحة مش عارف يعني انا عطول ما سأقول لهم اللي يأكل حاجة او كده طبعا يخش عطول على المطبخ يرمي في الباسكت اللي جوا لاني جبت باسكت كتير او في غرفة الاولاد بحس مش عارف ان هو ايه بيتميلي كده بسرعة جدا بيممكن يوقعوا الحاجة اللي فيه في الارض فمش عارفة ببقى اعتملي كده عندي كده منه كده مش عارفة لمش بجيبه يعني المهم يعني كناس القوضة زمانتو شايفين طبعا كلها بقى ورق حمزة كانوا اخد راحتو شوية برضو حمزة كده عايز اقول لكم نفسه كده يروح المدرسة زي محمد اخو بالضبط كل شوية قلت يلا يوم عشان نزاكي يلا عشان نكتب الهومورك رغم ان هو اصلا لسه ما بدأتش معاه بصراحة دروس ولا اي حاجة بس اسألت على حضانة حلوة قوي قدام المدرسة بتاعت محمد على طول بفكر ان شاء الله ان انا ممكن اودي انا قلتلكو قبل كده انا ما بحبش فكرة الحضانة قوي لكذا سبب اسبابها كتير وبتكون في اختلاط بين الاولاد واطفال صغيرة ومش عارفة مش بحبها قوي يعني المهم ما علينا لقيت الحضانة دي كويسة قوي غير اللي كتعندي في المنطقة يعني لقيتها حلوة دي في مدرسة يعني قدام مدرسة محمد هي مش بعيدة برضو عني بيني وبينها عشر دقيق كده ولا حاجة بس لقيتها حلوة جدا المهم كده سألت عليها وبفكر ان انا بصراحة قوي دي يتأسس برضو من دلوقتي فالمهم ما عايز اقول لكم ان هو يعني ايه متحمس جدا للمذاكرة وكل يوم بقى يطلع الكشاكيل والاقلام ويلا عشان نذاك يلا عشان نكتب الهمورك واصلا طبعا لا بيروح ولا اي حاجة بس ان شاء الله انا عايز اودي زي ما بقول لكم مش عشان خاطر حاجة انا عايز ايه مش عشان خاطر بقى اللي هو الكلام اللي هي بنسمعه اللي هو عشان يبقى اجتماعي عشان الحاجات دي لأ مش فرقة معايا قوي يعني لان كده كده هو بيروح مدرسة وهيبقى اجتماعي وهيبقى كل حاجة بس انا بخاف من المير حضانات لكذا حاجة يعني المهم كده كان استبار اوضة كلها ولمت كل الورق اللي كان في الاوضة وكل حاجة كانت فيها وطبعا مسحت حتى استراير فتحستك ان الواحد مرتاح نفسيا يعني وطبعا شلت برضو السجادة مش هفرشها للوقتي هفرشها بقى مع فرش الشتوي ان شاء الله الفيديو الجاي نفرش بقى تاني السجادة وطبعا هغير استتاير هفرش برضو السجادة اللي هي الشتوي بتاعتي سجادة كده جميلة وبحستها كده بتدي دفء شوية في الاوضة المهم كده مسحت الاوضة كلها كده طبعا جايبة جنرال اللي هو جنرال اللي هو بتاع مسح الارضيات بجد جميل جدا يعني بحستك ان هو ريحته جميلة وبتثبت وفي نفس الوقت بيخلي السراميك بتاعي بيلمع قوي انا السراميك عندي مط ما فيش في لمعة خالص فمجرد ما بينشف ما بتلاقيش في لمعة ولا اي حاجة لكن الجنرال بيصف في لمعة جميلة القوي المهم كده خلاص حطيت برضو الشرطة بتاعتي الجنبة وكده فرشت الحفزة دي بيكون كده خفيفة يعني دي الحفزة دي بفرشها في الطوارئ طبعا كلنا جبناها اول مطارعة الحفزات دي كنت جايبة بحطها على السجادة عشان احافظ طبعا عليها من الولاد والكلام ده كله والبهدلة والحاجات دي كلها المهم جيت بعد كده وانا باكنز بالمكناسة بتضيقني جدا فما بقتش بصراحة فرشهم حتى تلقوني بفرش اللي هي الصغيرة اللي هي الحمرة عشان صغيرة مش بضطر ان انا بقى احطها تحت الكنبة ولا اي حاجة لكن دي كبيرة فكنت بضطر ان انا ارفع الكنبة وحط الحفزة تحتها فمتعبة بالنسبة اللي قوي يعني فبقتش بفرشهم بصراحة خالص المهم كده خلاص زمانتو شايفين قودة بقت معايا بقت زي الفل اهي وكل حاجة بقت تمام هقفل بقى النور وندخل بقى على طول كده هحط دورة في الغسالة اللي هي الحفزة اللي هي كانت مفروشة في القودة الاول طبعا تول ما انت بتنفضي تول ما انت بتعملي في شايتك حاولي تخسلي غسيلك على طول اول باول عشان ما تلاقيش الدنيا حاوليك تكركيبت ومرة واحدة تلاقي عندك كده غسيل مش عارفة تعملي ايه ولا ايه لان انا تعودت على كده تول ما انا بعمل شايته تلاقوني كده بحط دور واثنين فبحس ان الغسيل معايا بيخلص على طول وفي اخر اليوم بنشر بقى اذا كان دور او دورين ولا حاجة هنا تعلعت كيس الشاورمة ده كنت عاملاه ومفرزه في الفريزر حلوه اوي هنا كنت جايبة معاك ولو تفتكروا في فيديو تفرزات الفراخ كنت جايبة فراخ بيضة كنت جايبة فرختين تقريبا او مش عارفة كم فرخة بيضة المهم قطعت البنية بتاعي للصدور بتاعتها قطعتها زمانتو شايفين كده وتابلتها تتبلت الشاورمة وحطتها في الكيس وشلتها في الفريزر بجد حلوه اوي ونفعتني في يوم زي ده اليوم ده انا يعتبر كده ما حستش بيه خالص في الاكل ولا اي حاجة طلعت الكيس على طول حطيته في شوية زيت سخنين وطبعا هي متبهرة ومتتبلة وكل حاجة عايز اقولكم ان التتبلة كمان عملت معها كمان يعني عملت يعني ايه الفراخ شربت متتبلة اكتر لان طبعا هي بقى لها يعني حوالي كده 15 يوم في الفريزر فبجد بقت حلوه اوي وهنا كده عندي بصلاية كنت مقطعها برضو جوليانا كده مع الكفتة فاتبقى منها شوية فاروح تحطيهم برضو في كيس في الفريزر نفعتني برضو زي ما انتوا شايفين كده على الشاورمة كده على طول وطبعا الفلفل الوان ده انا بكون برضو مفرزها بينفعني جدا في وقت زي ده هو بصراحة انا مش دايما بجيبه كده فريش لانا على طول بجيبه مثلا بالاتنين كيلو ولا حاجة افرزهم شرايح وفرز كده على صغيرة يعني على حسب ما انا محتاج والرز اللي انتوا شايفين ده برضو ما عملتوش الرز ده كان موجود عندي قبلها بيوم كان طبقين كده رز فسخنتهم وخلاص عليك طلعت بقى وطبعا كنت محمر بطاطس وحطت لهم كاتشاب ومايونيز طبعا جمي بقى الشاورمة والبطاطس بيكون حلوة لو مفيش ممكن تعملي شوية تحينة كاسرة التحينة بتبقى حلوة قوي قوي المهم كده كان فيه فينو طبعا ده كان صابح بقى كان لسه جوزي كان جايبة عشان طبعا انا قطروا هعمل النهارده سندوتشات كده شاورمة وبطاطس محمرة حطنا خلاص الاكل وده كان الغداء بتاعنا غداء سهل جدا وغداء كده ما خدش مني الوقت وطبعا كله خير وكله نعمة والحمد الله على قد كده زي ما بقول لكم اكلة كده بسيطة ده كان اصلا صدرين فرخة او صدر فرخة المهم ما قطعتو زي ما انتوا شايفين كده كان هم يعني ممكن مثلا اقل كمان من نص كيلو بنيه ده ما يجيش ابدا نص كيلو ده اقل فالمهم كده وحمرت البطاطس واكلة كده جميلة وكل الاولاد بتحبها وكل الكبار كمان بيحبوها خلاص وده الرزة هاو ما فيش حاجة بتتريمي الرزة تسخن وتحطي جنب الاكل ما عملتش بقى مكرونة جديدة ولا عملت الرزة جديدة ولا اي حاجة هو بس ده كده طبقين يتاكل وخلاص خلاص كده بعد ما تغدينا شلت بقى كل الموعين بتاعتي واي حاجة حطها في غسلت الاطباق وبعد كده جبت بقى مشاية الترقى لاني بصراحة تبهدلت على الاخر زي ما انتوا شايفين كلها بقع شكلها بصراحة صعب جدا فكتلازم خلاص اني تتشال وتتغسل زي ما بقول لكم انا بصراحة لما بيكوني عندي سجاد كبير باضطر ان انا ازلو يتغسل تحت احسن يعني حد بيساعدني بيخسلهولي لكن ان انا قادر ان انا اخسر ما بقدرش اني بصراحة غسل السجاد اساسا بياخد مجهود ومتعب جدا فلو تقدر يعني حد يساعدك فيه بيبقى افضل بكتير المهم كده انا النهاردة مش هخسل بقى سجاد كبير انا هخسل بس المشاية طبعا مشايتين المبخ برضو متضمرين عايز اقول لكم كلهم برضو بقع كده يعني مش بقع جمدة ولا حاجة بس يعني ايه مش مريحيني كده نفسيا المهم كده قلت قبل بقى ما بتدي كده قفش بقى الفرش اللي هو الشتو بتاعي فجبت اي مشاية عندي مش نظيفة وهبدأ دلوقتي كده اخسلها المهم كده طبعا غررقات السجاد كله حطت المشايتين اللي هم بتوع المبخ فوق بعض وجبت المقاشة دي حلوة اولية لخشنة الخشنة بتنعم جدا فيه متابعين قالوا لي برضو النعمة حلوة وبتنعم قصدي بترغي برضو وبتنظف بس انا مجاتش معايا قوي بصراحة يعني ما نظفتش معايا قوي زي الخشنة الخشنة تحفة جدا وبتطلع بقى البقع زي الفرشة بالضبط اللي انتي بتمسكها وتخسلي بيها بس زي الميزة اللي فيها انها طبعا يعني لها كده عصاية او ايد فبتقدر ان انت تخسلي وانت مرتاح المهم هاخسل واحدة كده وراء الثانية وبعدك طبعا شلت بقى مشات الترقة وشلت مشات اللي قدت الاطفال ما فرشتهاش ومشات اللي هي الصغيرة وممي لميت كله كده على بعضه وهبدأ دلوقتي كده اخسر كله عايز اقولكم انا كل فترة على كده يعني كل فترة مثلا سجدت المبخة البهدل عندي لازم وانا بخسلها هتلاقوني كده اروح واخدى مشات الترقة واي مشات قابلني اروح لما اغسلها بحس يعني ان ايه بالمرة يعني زي انا بيقولوا كده المهم كده انا بخسل بقى بايه مش هصدقه بخسل بستبون الساي اللي احنا عملنا مع بعض الفيديو اللي فيت بخسل السجاد بتاعي واللي كانت بتخسله معايا قالتلي كان الارير بتاعنا خلص كانت بتخسلهلي بالارير والارير خلص قالتلي عندك صابون سايل فقلتلها او وقتها كان عندي اللي هو فيبا فاخدت منه شوية وغسلت بيه قلتتها بودا مش غلط على السجاد قالتلي لا ما زي زي شامبو السجاد فعلا ساعتها خلى السجاد بصتوا مش قادر اقول لكم نور فالنهاردة اصلا ما كانش عندي مسحوق غير مسحوق اللي هو الغسيل ما كنتش عاملة حسابي يعني ان انا جاي بحاجة للسجاد وبرضو بني وبينكو مرضتش حط كلوريكس الوان وخلصوا على السجاد بصراحة كلوريكس الوان غير جدا فقلت ده تمانا عندي كمية صابون كتير الحمد لله وحلوة يعني فقلت اخسل بيه بصراحة عايز اقول لكم غسلت بحوالي نص لتر كل المشايات دي جميل جدا ونظفهم جدا وخلاهم بصوا بيبرقوا اكيد انتوا واخدين بالكو دلوقتي وانا باشتف فبيتبان ان اذا كان السجاد ندف ولا لأ فبجد ندف جدا وحاجة كده ما كلفتنيش خالص بقى يعني غير خالص الاول مسلا كنت بحطي اريال على كلوريكس الوان فبرضو كنت بحس ان الحاجات دي مكلفة انا كنت ممكن مسلا اخلص كده اريال لوحده يعني اقل حاجة مسلا بخمستاشر جنيه على اذاست كلوريكس بقى كلوريكس ده كان بيجد بيخرص على طول في غسل السجاد لانك بتلاقي نفسك بتحط منه كوباية ولا حاجة فعايزة تحطي تانية لانه رغوته حلوة ورحته حلوة فكل الحاجات دي موجودة عليكي اولا في الشاطيف برضو لكن للصراحة شوية السمون اتحطه وخليه استجاب بتاعي جميل ممكن ما يكونوش رغة قوي يعني الرغوة اللي هي بس نضف اهم حاجة عندي ان هو ينضف بس برضو عمل رغوة حلوة جدا انا بس ما كنتش مغرقة يعني الميا اللي بالكو فيها قوي عشان كده ممكن ما يكونش فيه رغوة عالية او بس انا برضو اختصرت معاكو كتير انا غسلت كتير بس انا شطفت كده معاكو على طول عشان برضو الفيديو ما يطولش او معينا كده خلصت مشايات الترقة قصد مشايات المطبخ اللي اتنين ما كانوش نضوا في السراحة يعني فدلوقتي كده هجيب بقى المشايات الترقة عندي بيتطوعا بيكون طويلة جدا على المطبخ المهم كده هاخصل بقى حتة حتة واللي بخلصها باتنيها ان انا بعد كده ما اجي اغسل السجاد مش اغسله في المطبخ تاني عشان غسلت الاطباق وماية غلط عليها والكلام ده كله بس غسلت اللي في المطبخ برضو ما هي برضو غلط وانا برضو يعني ان انا خرجها بره دي صعبة عليها شوي يعني يعني تقيلة برضو وانا كنت بصراحة مشغالة كزا دور يتغسل فاختصرت على نفس كل الموضوع ده وقلت يعني هي جوة شغالة وانا برضو هنا كده شغالة المهمة طبعا والموضوع مش حلوي يعني بس انا فيه ناس كتير قوي قالتلي جيبي جيبي بتاع الالموتال اللي عملك المطبخ يعملك ليها زي قعدة كده فان شاء الله دي وانا ناوي يعملها مع حاجة تانية في المطبخ برضو ان شاء الله نعملها مع بعض يعني المهم كده خلاص غسلت بقى مشات الترقة هجيب برضو المياه واشتف وشدي الاول بالمساحة عشان الرغوة يعني تروح بصتوا لتحت المطبخ ده من السلك عشان برضو مرة حد قال لي ده السلك وخلي بالكة الكهرباء ده مس سلك اصلا ده مس سلك يعني الكهرباء ده السلك اللي هو بيتحط في البلكونات اللي هو بنشر عليه اللي هو بتعمل زي منشر يعني فهو مش مس سلك الكهرباء بتقلقوش من اي حاجة والحلو برضو في المطبخ عندي ان انا بصراحة عندي عتبة يعني هكتع كده رخامة حطوها على باب المطبخ فبضمن ان ما فيش مية هتخرج برا ولا الدنيا عندها تتمرمط لان انا عندي الميل بتاع الشقة كله بويز يعني المية عندي انا اصلا ليه عملت العتبة زي من البداية لان كان ساعات المية بتاعت الحنفية بتاعت الحود كانت بتضرب كده وكانت بلاقي الشقة دي كلها غرقة مية يعني اتعملت فيها كزا مرة كنت تصحى من نوم كده عادي جدا الساعة مثلا اتنين بالليل دخل عادي الحمام مفيش اي مشكلة لاقي نفسي ماشي على مية كمان المية اللي عندنا كان واقش قوي ولحد دلوقتي يعني طبعا ما غيرتش السراميك ولا اي حاجة المية كان بتخرج من المطبخ لغاية الريسبشن كله وتخش جاري على قط الأطفال تحت السرير فطبعا كنت ببقى حطة مثلا هدوم حاجات بتاع فكانت بتبوز وكان ببقى موال تاني خالص يعني عايز اقول لكم ان مرة والله العظم قعدت انا وجوزي للفجر كده كان برضو موقف زي كده ليت الشقة كلها مية قعدنا للفجر انه هو اللمي في المية كلها والسجاد طبعا كله كان مية وكانت يعني يوم الحمد لله فوقتها بقى بعد كده قررنا ان احنا نركب العتبة دي على باب المطبخ المهم اصلا كده خلاص قلصت بقى الغسل السجاد وبعد كده سيوه بقى يتصفى الاول شوية وطبعا هنشف الاول بقى المطبخ واشد كل المية اللي انتو شايفين هذي وبرجع طبعا بجيب بقى الموب بتاعتي ونشف بقى المية كويس جدا جدا وعندي كاة سجادة قديمة اللي انا بكتب افرشها الاول في المطبخ زمان لو تفتكروها اللي هي عليها كده البهارات والحاجات دي هفرشها في المطبخ دلاتي مؤقتا وهدخل بقى طبعا غيرته هدومي زمانتو شايفين الجلبية اللي انا كنت لابساها بقى كلها خلاص مية فغيرتها وبعد كاة السجاد كانت تصفى خالص حاجة دلوقتي بقى نشره كنت هفرش كنت هنشر هنا المشاية بس لقيت الناس اللي تحتية حطين طبق الدش بتاعهم فما رضيتش بقى يعني لحسن تيجع عليه ولا يبوز ولا مثلا يحصل اي حاجة فما نقزيش غيرنا باي حاجة يعني فالمهم قلت لقى احطها هي في النص كده والمشاية بتاعة المبخ والتانيين يعني هنشرهم عادي على الحبال مش شرط ان انا يعني احطهم عصور كده كده وما خفاف فمش هيحصل اي حاجة وده ده اللي عملته وبس كده على كده ده النهاردة كده ده كان الروتين بتاعي كل الحاجات دي طبعا اكبر انجاز عملته هو كان الدولاب بصراحة كان هم وتشامل على قلبي ده كده اول حاجة طبعا وتاني حاجة ان انا برضو كده غسلت كم الشاية برضو اكيد انتوا عارفين الموضوع ده لما تبقى مثلا عندك سجاد المبخ مش نذيفة سجاد الترقة فتحس ان انت تبقي نفسيك تعبينة كده حاسة ان في حاجة مش مظبوطة في الشقة المهم طبعا كل الحاجات دي اتغسلت وبكرة بقى ان شاء الله ابدأ بقى افرش على طول الشقة عشان انا برضو شلت سجاد الريسبشن بس طبعا ما صورتوش معاكم بس شلته وكله المهم كده كان الروتين بتاعنا النهاردة بقى يا ربك يكون عجبكوا وتنشطتوا منه كده واخدتوا منه كده توقعوا باور واقولوك بقى مع السلامة شافكوا ان شاء الله على خير بتنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو اللي انا بستشعر